ولما باجي افتح جهاز الكمبيوتر بياخد وقت كبير اوي في عملية الفتح بتاعته طب ايه الحل انا هيفضل الجهاز بتاعي شكله كده لا طبعا الجهاز بتاعك مش هيقدر شكله كده انت لو عندك امكانيات الرام بتاعتك عالية وامكانيات الهاردوير بتاعتك عالية مش هتلاقي اي مشكلة طب الناس اللي عندهم الامكانيات ضعيفة شوية الحل بسيط جدا احنا لو دخلنا الـ Control Panel هنلاقي فيه جوا حاجة اسمها Administrative Tools من جهة Administrative Tools هنلاقي فيه حاجة اسمها Services هنفتح Services اهيه ادي بتاعتنا اتفتحت لو نزلنا شوية كده هنلاقي Services اللي خاصة بيه الـ Oracle الموجودة هنلاقي Oracle Service ORCL دي قاعدة البيانات بتاعتك ده اللي سنر اللي انا كنت بتكلم عليه من شوية ده الـ iSQL Plus started زي مية ما احنا شايفين الـ status بتاعتهم اهي status قدامنا هيا started 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 تمام هنلاقي عندنا Job Scheduler ORCL Oracle DB Console تمام يا جماعة كل الكلام دوت بياخد وقت جدا ويهي مساحة على الرام اقوي جزء من الـ CPU Processing أثناء التشغيل طب نفترض ان انا عايز احل المشكلة بتاعت قاعدة البيانات دي ببساطة جدا حضرتك بعد ما تسطب الـ Oracle عندك تخش على service وتحول الـ start up type بتاعتها لـ manual لـ manual لانها لو automatic زي ما هي معناها ان كل مجهاز الكمبيتر بيجي تفتح بـ run قاعدة البيانات بتاعتك الكمبيوتر بتاعك مرة تانية وعايز وقت ما تحابة من انت تشتعل على الـ Oracle هتفتح services وتخش على Oracle service ORCL وتعمل لها start تاني وتشتغل وتعمل الكلام ده كمان بالنسبة للـ listener هتخليه manual اهو اهو زي ما احنا شايفين اهو هنخليه manual اهو manual manual احنا عشان شغالين دلوقتي محتاجين ان كل يبقى start اهو طب لا قبل ما اقفل جهاز الكمبيوتر بتاعي لا قبل ما اقفل جهاز الكمبيوتر بتاعي اعمل stop الـ call services ديت وبمجرد ما يشتغل جهاز الكمبيوتر بتاعك تخش تعمل لهم start تاني وبكده انت تبقى حلية المشكلة اللي خاصة بتشغيل قاعدة البيانات بـ بتاعتك والـ services اللي بتقوم معاها وعلشان ما تعملش عملية overload على الرام بتاعتك او على الـ CPU processing اثناء عملية التشغيل اعتقد كده الموضوع بسيط جدا 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 عارفنا ايه قصة الـ configuration بتاعتنا وشفنا ايه هي البيئة اللي خاصة بـ الـ iSQL plus URL وعارفنا ايه SQL plus الـ environment اللي احنا هنشتغل عليها وهنعرف ازاي بنشتغل على البيئتين دول بصورة مبسطة جدا عارفنا ازاي نعمل عملية installation طيب نكمل كلامنا مع بعض ادينا فتحنا تاني الـ بيئة اللي هي خاصة بـ Oracle i SQL plus طيب احنا محتاجين نشوف ايه النهاردة لا احنا النهاردة مش هنشتغل على حاجة لكن محتاجين نشوف ايه فاكرين من شوية صغيرين كنا بنقول ان الـ user اللي اسمه HR مقفول فاكرين من شوية صغيرين كنا بنقول ان الـ password كانت بتاعت الـ accounts اللي موجودة عندي هي اساس ازاي نغير الكلام ده ونتحكم فيه الموضوع بسيط جدا علشان يا جماعة نقدر نخش نعدل في الكلام ده كله وازاي نتفرج على الـ users اللي موجودة عندنا حاجة مهمة جدا لازم نعرفه ان احنا لازم ندخل على قاعدة البيئينات بـ user ليه privileges او ليه صلاحيات ان هو يقدر يقوم بعملية التعديل الخاصة بـ الكلام ده كله تمام؟ اه من الموضوع بسيط ومفهوش اي مشكلة خالص اه انا اسف مرة تانية اه احنا لازم علشان نقدر نتحكم في الكلام اللي قلناه من شوية لازم يكون ندخل على قاعدة البيئينات بتاعتي بـ user ليه صلاحيات ان هو يعدل فيه الـ users اللي موجودين او يمنحهم صلاحيات معينة وده اللي هنشوفه مع الـ user اللي اسمه system تمام؟ الـ password بتاعتنا لو نفتكرها كانت اسمها خلاص نعمل login ادي البيئة بتاعتي اللي خاصة بـ oracle i-sql plus ادي الـ environment بتاعتي اللي انا هشتغل عليها طبعا ان شاء الله من المحاضرة الجاية نبتدي نترح الشكل اللي عامل البيئة دي لما نجي نشتغل عليها ان شاء الله لكن دلوقتي احنا جوه الـ user اللي اسمه system وعايزين نبتدي نشوف الـ user اللي اسمه HR ده ايه حكايته طيب علشان اروح لي الـ user اللي اسمه HR هعمل ايه اهيه connect ايه connect HR على system تمام؟ اهيه اس الـ password بتاعتي هتقول لي الله طبعا انا كنت اقدر ادخل من البداية على HR من في البداية اهيه في الصفحة اللي فاتت قبل انا اكونكش اكتب HR على سفر اه هي هي اذا انا اقدر استخدم الامرين يعني اما ادخل عليه طالما انا هعد في الـ HR ادخل على الـ user اللي اسمه system الاول وعد في الـ HR من جوه او ان تظهر لي رسالة زي رسالة دي بكل بساطر باقول له ادخل على HR الـ user اللي اسمه HR او الـ schema اللي اسمه HR لسالة الجداول اللي احنا هنشتغل عليها والـ password system واقول له login لقيته بيقول لي ايه the account is logged يعني الـ user logged فاكرين احنا طبعا لما جينا نشوء لما جينا عملنا الـ password management لقينا ان قدام الـ user او الـ schema اللي اسمه HR محتوط علامة صح قدام logged طبعا نقدر احصل على الرسالة دي بطريقة تانية اوه اهي 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 لما اقول system ويسيس ويدي اسهل لي ان انا ادخل طالما هيبتدي اعاد الـ users بتاعاتنا من هنا اهي واقول له connect connect ايه Connect HR HR والـ password ايه sys execute لقينا بيقول لي the account is logged يعني الاكاونت بتاعك مأفول الله طب و ايه الحل افتح الاكاونت بتاعي ازاي ده علشان اقدر اشتغل عليه الموضوع بكل بساطة اقول له ALTER USER الكلام يا جماعة اللي احنا بنكتبه ده كله حاجات خاصة به DBA لكن لازم انت لازم يبقى عندك شوية معلومات عامة عن DBA وخاصاته لو وقعت في مشكلة زي دي هقول له ALTER USER يعني عدل في الUSER اللي اسمه HR ماله هيعدله عمله ايه يعني اقول له ACCOUNT UNLOCK يعني لو سمحت بتدي افتح الاكاونت بتاعي اعمل له UNLOCK واقول له EXECUTE الراجل قال لي انت مش CONNECTED اه طيب نبتديني نشوف احنا ليه مش CONNECTED اهو CONNECT او اعمل اشوف الUSER اللي انا واقف عليه اهو شوو USER وريني الUSER بقول لي الUSER اللي انت فيه ما اه نل عشان كده انت مش CONNECTED بأي USER عشان احنا اصدرنا نعمل BACK وعشان اموري السيكوريتي لو نلاحظ ان احنا كل ما نعمل BACK بنوخ على شاشة معينة لغاية ما خرجنا على الشاشة اللي فيها الUSER NEMOR PASSWORD لو دخلت تاني دخلني على الشاشة الله ايه ده يعني انا اقدر اخش على الUSERS اللي موجودة واقدر استخدم كده البيئة التاعة iSQL Plus وانا من غير مكتب بأسورد يعني بصوا انا مش كاتب هنا بأسورد ادخلش عليها اهو اه لا بس اخد بالك انا لما جيت اعمل CONNECT على احد الUSERS واقول له انا الUSER اللي واقف عليه اسمه ايه قال لي انت مش واقف على اي يوزر اصلا او شوو USER فبيقول لي انت مش واقف على اي يوزر اذا انت مش كنت اخد بالك انت مش واقف على اي يوزر اذا انت مش كنت اخد بالك